أفادت مسؤولة الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ باستشهاد 34 شخصاً أغلبهم من الأطفال إثراء المجاعة وسوء التغذية في قطع غزة مضيفة أن 96% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما صرحت أيضاً أن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل نداءات المنظمات الأممية والإنسانية الدولية بضرورة تحرك وبشكل عاجل من أجل العمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول الكبرى واتخاذ خطوات جادة للضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف العدوان المتواصل على غزة وذلك منذ أكثر من 9 أشهر